اهلا وسلام كل يسمعني معكم الاستاذ الصفاء من قناة تيو كل يسمعنا الاول مرة وعجبوا الفيديو ما ينساش يشترك ويفعلنا الجرس اليوم بإذن الله حالي وضعية تعلم ليدماج رقم اثنان صد تثعة وثمانون في اللغة العربية السنة اولى متوسط كنت مع ابيكا داخل سيارته في محطك البنزي فلاحظت تعاطف اصحاب السيارات من مختلف الاعمار مع بعض الاطفال اللاجئين لإدخال البهجة والسرور في نفسهم اكتب موضوعا تصف فيه هذه المشاهد منوظفا السرد والوصف المادي والمعنوي امتدأ والخبر همزة القطح مع احترام علامات الوقف نقرأ التعليم جيدا هنا يريد سرد وصف سنقرأ منوظف عليهم السرد والوصف كمان وصف مادي ومعنوي يجب انوظف مبتدأ وخبر همزة القطح نحترم علامات الوقف اللي هي علامات الترقيم او يعني علامات الترقيم او علامات الوقف الفاصلة النقطة علامت اسفها معنا تعجب وغيرها من علامات الترقيم نقوم بحل هذه الوضعية اطلبت مني هذه الوضعية من احد من تابع القناة يربي سفيد منها وتعجبوا ذات يوم من كنتم مع ابي داخل سيارتي في محطة البنزين يقوم بملء سيارتي ببنزين فلاحظت تعاطف فلاحظت تعاطف البنزين فلاحظت تعاطف اصحاب السيارات من مختلف الاعمار مع بعض الاطفال اللاجئين اللي يدخل البهجة والصروف لنفوسهم المقدمة دي اخذتوها من السند ولكن قمت ببعض التغييرات مع ابيك هتصبح مع ابي طالما السياق او السند مناسب نأخذ ونضعوه في المقدمة العرض حسرد واوصف هؤلاء الاطفال كانوا يطلبون المساعدة ويمدون يدهم بحثا عن المال او الطعام وبالرغم من البرد الشريط والثلج المتساقط الا ان لباسهم كان رقيقا والبعض منه كان مموسقا وبه الكثير من الغبار والاقربة واما عن بشراتهم فكانت قمحية وجسمهم نحيف بسبب معاناتهم من نقص في التغذية والوجه شاحب وبعد لحظة دقت طفلة مسكنة زجاج النفذة ونظرت الهم ونظرته عفوا ونظرته الهم واليأس بادية على وجهها تطب مني المساعدة فاخرجت من جيبي بعض القطع النقضية واعطيتها لها فشكرتني مبتسمة وقام ابي باحضار بعض الطعام لهؤلاء الاطفال بالتعاون مع بعض الاخوة خاتمة هنا اطرق فريغة مسافة كلمة بزيت الخاتمة وفي المقدمة ايضا اطرق بياد مسافة كلمة العرض اطرق بياد مسافة كلمة ايضا وفي الاخير راجعنا الى المنزل ولقد كانت فرحتي كبيرة عند رؤية الابتسامة في وجوه هؤلاء الاطفال الفقراء فمسارت الفقراء سلوك اخلاقي وديني وديننا يحثون على ذلك حتى ولو بالكلمة الطيبة ان لم يكن نملك شيء نوطيه لهم او لهم عفوا لهم فقراء لهم اضع نقطة التعبير يبدأ بضياد فارغة انتهي بنقطة اذا كانت الوضعية طويلة ممكن ترخص منها او ممكن تاخذ افكار تجربة طريقتك ااا هنا عندينا السرد والوصف ومشرت السرد والوصف ووظفناها في الوضعية السرد الافعال الماضية الاشارة الضمائر وغيرها. الوصف. وظفنا الوصف المادي والمعنوي. نضع خط كده تحت عندنا المتدأ والخبر. الوجه شاحب جملة اسمية مبتدأ وجه مبتدأ. شاحب خبر. مبتدأ وخبر. الوجه شاحب. واندنا ايضا مساعدة الفقراء سلوك اخلاقي. مساعدة الفقراء دي مبتدأ. سلوك خبر. كده وظفنا المتدأ والخبر. اه همزة القطع. همزة قطع ابي. همزة قطع. لو بحثنا هنجد اكثر من همزة قطع انا موظفاها. اه احترام علامات الواقف. احترمنا الفاصلات. ادي فاصلة نقطة في نهاية المقدمة. اه وادي فاصلة بين الجملة والاخرى فاصلة. ادي فاصلة. 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 فاصلة وغيرها. نقطة في نهاية العرض. النقطة في نهاية الخاتمة. التزنب علامات الترقيم. الوصف المادي والمعنوي. يطلبون المساعدة ويمدون يديهم او يمدون يدهم بحثا عن المال او طعام. ده وصف معنوي. لباساهم كان رقيقا. البعض كان ممزق. ده برضو وصف. بشرتهم قمحية. وصف اه وصف اه مادي. ده اسمهم نحيف وصف مادي. اه كمان عندنا الوجه شاح بوصف مادي. نظرة الهم واليأس بادي على وجهها. ده وصف اه معنوي. وغيريها من الوصف. موجود برضو في الوضعية. اشكركم شكرا يزينا لحضراتكم. يا رب يكونوا استفدتم من الفيديو. ولو بواحد في المية ازا استفدتم من الفيديو اعملونا اللايك. وان عارف اه رأيكم الموضوع. اعملونا تعليق. اكتبونا تعليق في القناة. وكمان ازا كنت لو ما رب تسمعنا اتمنى منك الاشتراك. قنوات اتيوك مخصصة للتعبير. انشاءات. وضعية ادماجية. حلول تلخيص دروس. ازاعة مدرسية. تقارير رسائل. ليست قناة واحدة. عندنا اكثر من قناة. قنوات اتيوك اه اكثر من قناة. عندنا قناة اتيوك معرفة. قناة ثانية. قناة اتيوك شرط القناة ثالثة وغيرها من قنوات اتيوك. اتمنى منكم الاشتراك في قنوات اتيوك دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة